أنا السيد الأخذي الإبراهيبي طبعاً رجل أنا أحطر بمساره وكفاءته ورصيده الديبيوماسي ورصيده الدولي ولكن لما تستمع له أنا أفكر معقلية الشباب الآن يخافوا أنتم لم يجبتوش الحوار الكامل اللي هو أعمل أعتقد مرتين وأكثر لا ريفيروس في الندول اللي نقاشت على الميثاق الوطنيت على السنة وسبعين قلت لي كانت حزب واحد كانت تليفزيون واحد صحافة اتجاه واحد وحدية في الاقتصاد وحدية في السياسة فصعب بأفكار هؤلاء ثم كثير من كلابه غير بطمعين فلذلك استفيدوا من أراءهم فيما يعرفون وفيما يفهمون ولكن الموضوع الآن نبدو لنا عند الشعب ولا يمكن لشخص آخر يتحدث أيضا باسم الشعب أنا نقول باللي الرئيس قال استمعت للشعب ولبيت مطالب الشعب إذن هو سن سنة أنا أشكره عليها وهي الاستماع للجماهير والتلبية مطالب الجماهير الآن عمل قرارات مش اقتراحات هو قال قرارات هذه القرارات معرضاش عن الأحزاب اشتقبلها وما تقبلاش وما عملش حوار مع الأحزاب قبل لا مولات ولا معارضة ولا مجتمع مدينة ولا شخصية سيسية ولا مرشحين حتى المرشحين اللي شاركوا معه في العملية الترشيحات ومذلوا جهد لم يستشيروا ولم يحاورهم قبل إلغاء الانتخابات وتقرير هذه القرارات الآن إذن الحوار بينه وبين الشعب فاحنا مقدش تكلموا بسهم أنا نقول إذا الشعب قبل هذه القرارات احنا نجزوا من الشعب لا يمكن أن نخرج سنكون ملزمين بإرادة الشعب لكن إذا الشعب رفض هذه القرارات يجب أن يستمر على نفس السنة وأن يستمع مرة أخرى للشعب ويفهم جيدا مطالب الشعب ويحققها